مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وتوغل جيش الاحتلال بريا في الأجزاء الشمالية من القطاع استدعت السلطات الإسرائيلية مئات الألاف من جنود الاحتياط منهم عشرات الألاف من حاملي الجنسيات الأجنبية حينها أعلنت تل أبيب أن هؤلاء الأجانب إسرائيليون يحملون جوازات أجنبية ويقيمون في الخارج لكن وسائل الإعلام العالمية تناولت الموضوع من زاوية أخرى وقالت أن إسرائيل تلجأ إلى استقدام مقاتلين ربما يقاتلون في صفوفها بنظام المرتزقة الآن بعد اقتراب الحرب من دخول شهرها الثالث يعود الحديث عن استعانة إسرائيل بأجانب للقتال في صفوفها مع نشر أحد الجنود رسالة من داخل مدرسة في قطاع غزة كتبها باللغة الأوكرانية موجها الحديث إلى والدته ويقول لها أمي أنا هنا في غزة لم يكن هذا هو الجندي الوحيد الذي يقاتل في صفوف الاحتلال فقد أظهرت صور أخرى عددا من الجنود يرفعون العلم الأوكراني إلى جانب علم دولة الاحتلال طبعا انتشار هذه الصور أثار كثيرا من الجدل خصوصا مع خوض أوكرانيا حربا ضد روسيا وتساءل كثيرون عن مدى تورط أوكرانيا رسميا في العدوان على غزة ما استدعى ردا من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية التي كتب بالعربية قائلا أوكرانيا لم ترسل جنودها سواء إلى قطاع غزة أو أي منطقة أخرى فالجيش الأوكراني يدافع عن أرضه ضد العدوان الروسي وبرغم كل هذه التصريحات فأن وسائل التواصل الاجتماعي نقلت على مدى نواسع فيديوهات تظهر وجود جنود أجانب في صفوف الجيش الإسرائيلي شاهدوا معي اشتركوا في صفوف الجيش الإسرائيلي طبعا هذه الفيديوهات والصور لقى تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي فهنا مثلا كتب محمد اليمني مصير هؤلاء كمصير من سبقهم إلى جهنم أما الناشط جوهر فقال هذا يعني أن جيش الدفاع الإسرائيلي فاشل ويستعين بجنود مرتزقة من دول غربية وتعليقا على صورة الجندي الأوكراني الذي كتب أمي أنا هنا في غزة قال الناشط خان من المؤسف أن والدته لن تتمكن من رؤية جثته فغزة ستكون مقبرة للغزات ترجمة نانسي قنقر